السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مبارح في زيارته الأولى لتركيا ألقى كلمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بالعاصمة تركية أنقرة أكد خلالها أنه خلال السنوات الماضية شهدنا ازدهار مستمر في التواصل بين الشعبين المصري والتركي خاصة من خلال الحركة السياحية المتنامية كمان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أدم الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال بسم الله الرحمن الرحيم أخي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة أعرف لفخامتكم في البداية عن خالص الشكر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال كمؤكد سعادتي بقيامي بأول زيارة لبلدكم الصديق بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين بلدين وأقول للشعب التركي الشقيق أنني أحمل إليكم من مصر وشعبها أطيب مشاعر الود والمحبة والتقدير في ظل اعتزازنا بالعلاقات التاريخية والإرث الحضاري والثقافي المشترك الذي يجمعنا السيدات والسادة خلال السنوات الماضية شهدنا ازدهارا مستمرا في التواصل بين الشعبين المصر والتركي لا سيما من خلال الحركة السياحية المتنامية وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية التي تشهد نموا مضطردا فضلا عن زيادة الاستثمارات التركية في مصر خاصة في مجال التصنيع وفي ظل الرغبة الصادقة للبلدين في المزيد من تطوير العلاقات والتعاون وللبناء على نتائج زيارة فخامة الرئيس أردغان لمصر في فبراير الماضي فقد سعدت اليوم والرئيس أردغان برئاسة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات وأبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والزراعة كما شهدنا اليوم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف لوضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين بلدين وتناولت مباحثاتنا كذلك تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا بادف رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأطراق في ظل مناخ الاستثمار المتميز بمصر الذي مكنهم من زيادة حجم عمالهم وبين منتجاتهم في مصر والتصدير للخارج أستاذ الحضور إن ما تعيشه منطقتنا وعليمنا اليوم من أزمات وتحديات بالغة توضح أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين مصر وتركيا ومن هذا المنطلق نقشت مع فخامة الرئيس أردوغان سبل التنسيق والعمل معاً للمساهمة في التصدي للأزمات الإقليمية وعلى رأسها معالجة المسال الإنسانية التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون في غزة في كارثة غير مسبوقة قاربت على العام حيث يهمني في هذا الصدد إبراز وحدة موقفي مصر وتركيا حيال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفض التسعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية والدعوة للبدء في مصاري حق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولتها المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات السلة فضلاً عن تعاوننا المستمر منذ بداية الأزمة لإصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الرغم من المعاوقات المستمرة التي تفرضها إسرائيل كما تبادلنا وجهات النظر حول الأزمة الليبية واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا مع تأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة حتى يتسنى لليبيا الشقيقة إنهاء مظاهر الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار السيدات والسادة نقشنا كذلك الأوضاع في سوريا وأكدنا تطلعنا إلى التوصل لحل لتلك الأزمة التي أثرت على الشعب السوري الشقيق بشكل غير مسبوك وأرحب هنا بمساعد تقارب بين تركيا وسوريا حيث نهدف في النهاية إلى تحقيق الحل السياسي ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وفقا لقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها والقضاء على الإرهاب كما استعرضنا الأزمة في السودان والجهود التي تبزولها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي وبحثنا أيضا باستفادة الأوضاع في القرن الإفريقي وخاصة بالسومال حيث اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة السومال الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه ضد التهديدات التي تواجهه وأكد تطلعنا كذلك إلى استمرار التهديع الحالية في منطقة شرق المتوسط والبناء عليها وصولا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة ليتسنى لنا جميعا التعاون وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بها لتحقيق الرفاهية لشعوب البنطقة أجمع وختاما أود أن أوجه الشكر مجددا لأخي فخامة الرئيس أردوان على كرم الديافة وحسن الاستقبال وعارب عن تطلعه لاستقبال فخامته مجددا في مصر لاستمرار البناء على تواصلنا المباشر بما يحقق مصالح شعبين الشقيقين والمنطقة بأسرحة شكرا لكم شكرا لكم